اهلا بحضراتكم سؤال مهم جدا بعض الناس كانت بتسألني عليه ففرصة ان معانا صاحب الواقعة كابتن حمادة صدقي وانت مدير فني النادي الجونة وحسام كان مدير كورة حسام غالي حصل مشدة بينكم ومن بعض وحسام عاوز يمشي كلامه وانت عاوز تمشي كلامه إلا حصل ما حصلش الكلام ده خالص طبعا هنا عايزين نوضح للرأي العام لا طبعا علاقتي بحسام غالي والعلاقة طبعا قوية ومتينة جدا الحمد لله يعني هو كنتنا بدربه وفي نفس الوقت في ناس خرجنا من مرحلة بنا اصحاب حسام غالي صاحبي بركات صاحبي ابتريكا صاحبي ميدو صاحبي يعني في بنا اصحاب نكلم بعض اول مرة يشتغل حسام غالي في الكورة كان مدير كورة عندي في بونا هي قصة كلها ان حسام في الدات عمله كان عايز ينقل هذه الصورة هي يعني ايه عايز يمشي لعيب تجونا زي لعيب نادر فدي قلت خبرة في العمل بس هو طموح قوي وكان شاطر جدا لأ حسام هيبقى يعني من الكوادر اللي جاية طبعا لأ طبعا رائع وشاطر ومعني كلموه هنا كذا مرة عشان البرنامج وما ردش على حد مش مش معلش مش هسيه بس لا حسام جدع جدع قوي فأنا بديله خبراتي وهو بيساعدني في حاجات في الملعب وقلت حسام جاي أنا كنت كان عقدي معهم الدور التاني بس بس المطلوب باني نقعد لدهر المتاز كويس كان انتاج شوية فكان مهددين بالهبوط فازاي نحط الفرقة دي يعني نادر شاوي كان مسك النادي احنا عايزين نعمل كذا كذا وجاب حسام غالي مدير كورة كويس استأذنني قابليها طبعا يا ريت ييجي حسام يعني اول مرة اقولها مثلا اه طب احنا على الصباح ان كان بيفكر يبقى مدرب يفكر يبقى مدرب مدرب اه فانادر بيقول لي ارائك في عاوز يجرب يعني اه طب سيب نعود مع حسام لكن عايزين نخلص موضوع المشاكل وكانش في مشاكل خالص بينه وبينه خالص نهائي نهائي ايه اللي حصل في الماتش ده في الفاق مفيش حاجة اه قالك انت كان قال حاجة وانت قلت لا لا هو هو تنرفز اول على اللعيبة كنا خسرنا المباراة في الجونة فتنرفز اول على اللعيبة بشكل تقولت له ما تنرفز على اللعيبة استحالة ومال ايه اللي حصل لا اخد انا انا كان واخد قرار ان في اجازة يومين بعد المباراة دي اه فهو كان مدير كورة قال لا مفيش اجازة وانت مدير فني فانا ميدي راحة كذا كذا فاعدت معي واصطلنا في قصة عشان ما تأم يعني ما لا كلامك ينزل ولا كلامه ما صغروش وفي ده بس وقت انت المدير فني فاعدنا انا يعني اضرت الموضوع بحكمة شوية في نفس الوقت هو عايز يعاقب اللعيبة فلما يعاقبهم هيعاعدهم فجوه انا مش هسافرهم هم مستنيين اجازك وانا بقى انا كتير ما زناش لابن بقى انا كتير ما زناش كويس لابن في الجونة لا الجونة مختلف عن اي نادي تاني مشهور كبير اوي واللابة كلها قاعدة طول الوقت في معسكر ما بيخرجوش بالليل يتفسحوا في الجونة ما يخرجو بس ممكن تسهق طول الوقت قاعد ماها لعيب كرة مش لعيب محترف لا ما يفعش التعادل طول الوقت في معسكر لازم تيدي في مساحة شوية مساحة تنفس لما بيسافر يقعد مع اهله بتاع يرجع عنده شوحنة يشتغل لكن طول الوقت انت ما قاعدتوا قاعدين في مبنى مبنى حلو ونضيف طبعا في ورا الاستاد لا وبيخرج ممكن ان نفسح في الجونة شوية جونة في احلي كتير اوه ما هو هزق بعد كده ايه ممكن يجيب اهله ويجو الجونة بس هيأجر حياته كلها كورة فاختلافنا في الهادة دي بس عدناها حاجة عدناها عشان حسام صحبي يعني منخرج مع بعض ومراته ولميس صاحبة مراته يعني جمال ما كانش بيقى اي مشاكل خاصة السوشيال ميديا بقى واللعو الدنيا بقى نقطة ايه اللي انت وقفته فيها فجينا بقى في القصة دي وطوله مش عايزين نعلن خالص اللي انت مدرب انت بتقعد معنا في الملعب او بينزل بيساخن اللعبة كتير يعني يلعب داير معهم في التقسيمة عادي انت شفت فيه انه ممكن يبقى مدرب لا انا قلت له جرب لا انت كحماد رسدق بقى في التدريب انا قلت له انت تخش معي هو عندهم اللعبة دي عندها خبرات من مدربين كتير بس لما تيجي تشغل في التدريب انت عايز ترتب ترتب الافكار دي كويس فقلت له خليك معي في الملعب وهديك حاجات اجزاء معي في الملعب يعني كان معي رضاش حياته كان مع مدى عبدين يعني عاوز تأهله سنة سنة متشوفه شوف الدنيا عامل ايو 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 عجبتك الفكرة يعني فوش فيه رزق اول سنة تشتغل وحسام غالي يحصل حاجة لكن لو مش مش كده المدرب بيبقى جلو نجاحات لا اخفاقات ونجاحات انت اشتغلت في المجال ده 25 سنة فمعرض لحاجات كتيرة يعني انت عملت كده خوفا عليه خوفت عليه جدا وعن حب تقولوا يا حسام خليك جرب لو عجبتك هو تقبل منك الكلام ده اه طبعا وكان بينزل قديله اجزاء يخش مع النص ملعب يشتغل معهم واحدة معينة يشتغل ينزل تأسيمه مع اللعبة يحمسهم لا كان دي دور حلوة كان عجبني حسام ايو في الجور وانتو اصدقاء وكل حاجة اه طبعا طبعا لكن بعد كده قالك ايه حصل مشكلة في القط اللبس وحسام قال حاجة ضد حمادة سوشال ميديا لا لا طيب